وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 490 قضية تنموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 159 طن مواد غدائية وغير غدائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 111 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغدائية وغير الغدائية تم ضبط أكثر من 43 طن كما تم ضبط 720 قضية في مجال قضايا المخابز تتمثل في 71 قضية خبز ناقص الوزن و71 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 22 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 236 طن